انظر معي أخي الحبيب إلى هذا الدبور الشرس كيف يحقن هذه المادة الغريبة في النحلة البريئة انظر معي كيف أمن الله رزق هذه الحشرة بطريقة مذهلة من الذي علم هذه الحشرة هذا الأسلوب في الرزق؟ أليس هو الله؟ حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله هنا وسط هذه الغابات تحدث عمليات رزق لا يتصورها العقل هذه نحلة هنا بريئة جاءت لتأخذ شيئا من رحيق هذه الزهرة لتصنع العسل ولكن هناك كائنات أخي الحبيب سخر الله لها الرزق بطريقة مختلفة جدا ربما لا تصدقها الله هو القائل ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى انظر معي هذه النحلة البريئة تأتي هنا لتجمع رحيق العسل لتصنع لنا مادة الشفاء الله سبحانه وتعالى يقول يخرجوا قبل ذلك وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هذا ما تقوم به النحلة ولكن هناك كائنات شريسة لا تستطيع أن تغذي أطفالها يعني الدبور عندما يضع بيوضه هذه البيضة لو لم تجد مصدرا للرزق لا تستطيع العيش بيضة الدبور ليس فيها غذاء هذه النحلة تطعم أولادها وتؤمن لهم الغذاء وتعتني بهم ولكن هذا الدبور شرس مخرب خلقه الله عبرة لنا انظر معي الآن هذه النحلة وهي تعمل سيأتي هذا الدبور انظر معي إلى هذا التصميم الإعجازي أخي الحبيب ينبغي أن نفكر بهذه المخلوقات والله هذه المخلوقات لم تخلق عبثا يعني انظر إلى هذا الدرع الواقي يصعب اختراقه بإبرة النحلة مجهز بدرع واقي مجهز بأرجل قوية جدا ومفاصل قوية لديه أجنحة تختلف عن أجنحة النحلة شفرات طويلة لسرعة المناورة يعني الدبور لديه قدرة على المناورة أكثر من النحلة بكثير طيب الصدفة هي التي أعطته هذه الميزات انظر هنا إلى تصميم الرقبة وقوة التحكم لديه هنا يوجد عضلات ومفاصل دقيقة جدا تتحمل ضغوط عالية جدا قياسا لحجمه ثم انظر إلى قرون الاستشعار تشعر أنها صلبة قوية الأعين هنا انظر هنا مئات من الأعين المركبة سبحان الله يعني هذا يعتبر قوة قتالية هائلة مجهز بكل وسائل الدفاع والهجوم وغير ذلك في داخله مادة يحقنها في النحلة فتموت لكي يتكاثر عليها بهذه الطريقة الغريبة سبحان الله انظر هنا أخي الحبيب قبل أن يقوم بجلب النحلة يحفر نفقا مظلما في الأرض الله سبحانه وتعالى أعطى قوة على الحفر النحلة ليس لديها هذه القوة يعني أنا أقول هذا الكلام لماذا للرد على من يعتقد أن القضية تحدث بفعل الطبيعة بفعل المصادفات العمياء بفعل الفوضى والعشوائية التي يريد الملحدون أن يقنعون بها الملحد يريد أن يقنعك بأن الكون كله عشوائي هذا الدبور يشبه دبابة مدرعة مع طائرة مع آلة حفر يعني انظر أنت إذا أردت اليوم أن تقلد هذا الدبور لا تستطيع ولا يستطيع العلماء بكل التكنولوجيا لديهم أن يصنعوا لنا آلة شبهة بما يقوم به هذا الكائن الصغير الذي هو سنتيمترات معدودة أو أقل لديه قوة هائلة في الحفر وإخراج التراب وقذف هذا التراب يعني في أرجله مثل كلابات لديه أسنان قوية فكين قويين لديه في أرجله الستة وقوة المفاصل لديه مثل آلة الجرف هكذا يجرف ويرمي بعيدا انظر انظر معي هنا أخي الحبيب هذه السرعة الهائلة هذا النفق يحفره خلال ربما يعني أتصور دقائق أو حتى ساعة يحفر نفقا كهذا بسهولة انظر هذه الأرجل التي يقذف بها لمسافة بعيدة الأتربة ثم يغوص عميقا حتى يتم حفر هذا النفق انظر هنا أيها الإنسان هل تستطيع أن تغوص في الأرض عميقا مهما كنت قويا هذا الدبور هو أقوى منك يعني لو جئنا بأقوى رجل في العالم هل يستطيع أن يحفر ويدخل داخل التراب ولا يموت مثلا لا يختنق وخلق الإنسان ضعيفا قياسا لحجم الإنسان الإنسان هو أضعف مخلوق على وجه الأرض أضعف حتى من البعوضة البعوضة أقوى منه سبحان الله قياسا للأحجام نقول انظر هنا يقوم بتجهيز هذا المنزل لذريته من بعده انظر معي ثم يقوم بانظر هذه الحفر كلها لدبابير حفرتها هنا من أجل التكاثر انظر أخي الحبيب هذه الدبابير حفرت هذه الحفر الصغيرة هنا طيب من الذي علمها؟ يعني أنا أتساءل هذا الدبور لا يعقل أو هذه الأنثى طبعا أنثى الدبور لا تعقل لا تفكر لا تستطيع أن تدبر شيئا وهي على وشك أن تضع بيضة لكي يستمر هذا النسل طب هذه البيضة لو وضعتها هنا ستموت لا يوجد لديها غذاء من الذي أعلمها أن هذه البيضة بحاجة لغذاء؟ يعني السؤال فقط أنا أريد من كل عاقل أن يفكر معي بعد أن جهز هذا النفق بطريقة جيدة وطبعا انظر إلى حبات التراب هنا كيف تظهر مثل الكريستال جهز هذا العش أو هذا البيت ليضمن انظر معي انظر إلى هذا التصميم والله أخي الحبيب هذا المخلوق آية من آيات لا انظر إلى الأعين هذه الأعين هنا فيها مئات العدسات يرى بزوايا مختلفة يجمع مئات الصور يركبها في دماغه يحللها ليتخذ قرار سريع يفوق الإنسان بمئات مرة القرار الذي يتخذه هذا الدبور في حالة الهجوم عليه أو حالة هجومه هو على الفريسة أسرع بكثير من الإنسان انظر معي إلى الأرجل القوية هنا وإلى هذا التصميم الإعجازي هذه القرون ليست طويلة لو كانت طويلة تتكسر لأن من المهم أن تكون قصيرة لتساعده على الهجوم أكثر ولتتحمل أي أذى أو أي صدمات تصيبها انظر معي إلى طول هذا الدبور هذا التصميم هنا الذي يساعده على الطيران ثم انظر إلى هذا الجناح مثل الشفرة يعني هذا الجناح هو هجومي ودفاعي ويمكن أن يضرب فيه أحيانا يعني هذا الجناح مدمر قوة المفاصل هنا قوة المفاصل تتفوق على أي مادة صنعها الإنسان لا يستطيع البشر صنعه مفصل يشبه مفصل الدبور هنا الذي يتحكم بهذه الأجنحة والتي ترفرف مئات المرات في الثانية الواحدة تخيل هذا المفصل يرتفع وينخفض هكذا مئات المرات في ثانية واحدة تتخيل مع الرقم أنت يعني تقول هذا يرفرف ثلاثمائة رفرفة مثلا أو أكثر في ثانية واحدة ما هذه القوة لهذه المفاصل على رغم من أن هذا المفصل صغير جدا ويتألف من مجموعة من العظام ليس يعني مفصل بسيط معقد انظر معي أخي الحبيب أنا لو أردت أن أشرح فقط التصميم الهندسي لهذا الدبور سنجلس ساعات طويلة إذا أردنا أن نشرح آلية الطيران هنا النحلة طبعا البريئة هذه هذه الضحية هذه هي التي سيأتي الدبور ليحقن مادة فيها يقتلها لتكون وجبة شهية للبيضة التي سيضعها فوق جسد هذه النحلة انظر إلى هذه النحلة عيون هذه النحلة أكبر من عيون الدبور فيها عدسات أكثر لماذا؟ لأن الدبور غير مطلوب منه أن ينتقي الطعام المناسب لصنع العسل هذه النحلة لديها قدرة على الرؤية السريعة وهي تطير ترى بالتصوير البطيء ولولا هذه الميزة لا تستطيع أن تجمع هذا الرحيق لأن النحلة لا تأتي إلى أي زهرة هناك زهرات محددة ترصدها من بعيد وتحط عليها فلذلك تحتاج لأعين أكبر بكثير من أعين الدبور من الذي أدرك هذه الحقيقة فزودها بهذه الأعين؟ الطبيعة العمية من هي الطبيعة؟ لا ندري انظر إلى جناح النحلة يختلف تصميمه مختلف تماما لأن هذا الجناح غير مخصص للهجوم أخي الحبيب هذا الجناح مخصص للطيران السلس النحلة بحاجة أن تطير لكيلومترات طويلة كل يوم بهدف أن تجمع هذا الرحيق لتصنع العسل بينما هذا الدبور انظر على هذا التصميم تصميم لديه قدر على الإنحناء هكذا 360 درجة والله الشيء عجيب يعني هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذي نمدني؟ ماذا صنعت أيها الإنسان؟ ماذا خلقت؟ خلقت أسلحة لتدمر بها البشر؟ ماذا خلقت؟ هذا نظام متكامل انظر يأتي هذا الدبور ليفترس هذه النحلة هنا عندما يقترب منها سبحان الله الإنسان يظن أنه يريد أن يأكلها كوجبة شهية هي طارت ولكن هو يحاول وتبقى المحاولات مستميتة حتى يصل إليها يبقى محاولا حتى يصل إلى هذه النحلة ويطير من شجرة إلى شجرة ومن زهرة إلى زهرة الآن يقترب منها سبحان الله هنا لديه وسائل للتخفي هي لا تشعر بالأنثى هذه أنثى الدبور هنا اقتربت الفكين فكي الدبور قويان جدا يمسك بالنحلة بقوة انظر كيف أمسك بها بأرجله وتعلق بها وهنا تدور معركة سبحان الله عنيفة جدا النحلة تحاول أن تدافع عن نفسها الدبور لديه هذه الفكوك القوية ولديه أرجل قوية انظر تنتهي بأشواك واضحة هذه الأشواك تساعده على الإمساك بالفريسة أكثر لولا هذه الأشواك لكانت الأرجل زلق مرنة ملسا لا يستطيع أن يمسك بها شيئا طيب من الذي خلق له هذه الأشواك انظر معي هنا أخي الحبيب الآن بدأ يحاول يحاول أن يحقن السم في هذه النحلة انظر النحلة هنا أخرجت شوكتها إبرتها لتحقن فيه السم ولكن هذا الدرع قوي جدا درع سميك إبرت النحلة لا تستطيع اختراقه سبحان الله فشلت في قتله ولكنه بعد أن يأخذ السم مفعوله هذا الدبور سيحمل وقع الآن إلى الأرض الآن سيحمل هذه النحلة انظر معي أخي الحبيب بعد أن حقنها جيدا بالسم و يعني على وشك أن تموت انظر هي هي الآن تخرج روحها انظر انظر يعني سبحان الله فرق شاسع في التصميم حقنها بكمية كبيرة جدا من السم ليضمن قتلها لأن هذه النحلة ستكون وجبة شهية للبيضة الآن حملها انظر إلى قوة الدبور كيف يتعلق بها بأرجوله الستة وبفكيه والآن سيطير بها انظر ويأتي إلى النفق الذي جهزه المسكن الجديد لذريته من بعده طبعا طبعا أنا أتكلم بلغة المذكر ولكن هذه أنثى لننتبه الآن أنثى الدبور دخلت هنا وأدخلت هذه النحلة معها وسبحان الله قطر الحفرة يقول العلماء وجدوا أن قطر الحفرة بالضبط مناسب لدخول هذه النحلة مع الدبور يعني هو مهندس بارع يعني قضية الحفر ليست عشوائية وهو يحفر عميقا ليضمن عدم دخول حشرة أخرى فتأكل البيضة أو تأكل النحلة لا يحفر عميقا ويدخل في هذا النفق انظر الآن يسحبها عبر هذا النفق حتى يصل لمنطقة آمنة الآن وضع البيضة انظر هذه هي البيضة هذه هي بيضة الدبور وضعها في مكان مناسب على جسد هذه النحلة الميتة سبحان الله والله أيها الأحبة هذه العملية في غاية التعقيد انظر هذه البيضة هنا عندما تكبر وتبدأ بالنمو ستجد وجبة غذائية تكفيها لأيام طويلة حتى تتحول إلى دبور كامل فتخرج لتعيد رحلة أمها تخرج لتعيد رحلة الأم طيب أنا الآن يعني أود أن أتساءل يقول علماء التطور كل هذه العملية تحدث بالصدفة يعني أنا هل تقتنع معي أن هذه الصدفة طب لماذا هذه الصدفة لا تحدث معنا نحن يعني أحدنا إذا أصابه مرض بسيط يذهب إلى أطباء ومشافي وعلاجات وربما لا يشفى طيب هذه الكائنات من الذي علمها هذه الطريقة في التكاثر الله سبحانه وتعالى يقول ربنا على لسان سيدنا موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أعطاه الخلق ثم هدى لذلك مثل هذه الأمثلة أيها الأحبة هي دليل قوي جدا على كذب نظرية التطور حتى الآن نظرية التطور لم تقدم دليلا واحدا على وجود شيء اسمه الطبيعة ما هي الطبيعة غير معروف ما هي المصادفة لا نعلم كيف يتم تطوير يعني الآليات القتال لدى هذا الدبور من الذي أعلم هذه الأنثى بأن بيضتها لن تعيش إذا لديها تفكير ولديها إحساس ولديها غريزة أمومة كل هذا يدعون أن نعتقد أن الله هو الخالق عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وأقول كلمة أخيرة أخي الحبيب لكل من يظن أن هذا الإله غافل عنك أنت الآن مهما كنت في حالة من الضيق والحزن والأسى والمرض والألم اعلم أن هناك إلها قريب منك يعلم حالك يستجيب دعائك المطلوب منك فقط أن تنتبه لوجود هذا الإله ألا تنسى هذا الإله ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون المطلوب منك فقط أن تلتج لهذا الإله العظيم أن تدعو هذا الإله لأنه إله مجيب إله محب لك إله يدعوك ليغفر لك يدعوك ليرزقك هو الذي يطلب منك أن تلجأ إليه وتدعوه ليعطيك ويرزقك ويرزقك فقط اعترف أن هناك إلها وأن هذا الإله موجود بقربك أشعر بوجود هذا الإله العظيم والله ستكون أسعد الناس على الإطلاق لأن كل إنسان لا يشعر بوجود الله قريبا منه سيكون تعيسا ولو امتلك مليارات الدنيا نسأل الله عز وجل أن يقربنا له وأن يرضى عنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق